بتقولي أنه في ممثلين اقتحى معالم الإخراج اقتحام لو يعملوا قصابين أفضل أنه يكونوا فنانين أو مخرجين مين أصدتين؟ أنا؟ هيك تصريح إليك أنا شفته بأحد اللقاءات أنا قلت عن مخرجين أنه هني قصابين؟ أنه يعملوا قصابين مصابين هدول مو قصابين مين الممثل يلي عمل مخرج وما نجح؟ لا لا مو ممثل يعني في منهم دخلوا هالمجال هالمجال وما طرعوا فيه يعني قدر حمل فما أكملوا بس يعني بس في حضب بالك؟ لا شاركتي العام الماضي بمسلسل شارع شيكاغو اللي اتعرض لكتير الانتقادات للمشاهد اللي حكينا عننا قبل شوي علقتي حضرتك أنه الموضوع لست ضد ظاهرة القبلة أو القبلات بالمسلسلات السورية ما معنى نحن من غيرنا من نعود من بحلة عيوننا من نشوفها؟ ما معنى نحن لأ يعني ليه؟ ما بيبوسوا بعضهم نحن عنا؟ قال لي مرة للفنان تيسير إدريس تحييه له قال لي نحن ممنع في نبوس قال لي ما معنى نسبب بالمشهد هيك علق هيك علق هيك علق هيك علق جبان لأنه في خاف إذا باع باسعي القطع المزابطين المزابطين حبو إن إدريس تحييه له فنان ليك هي شغلة ليه ما تقبلوا؟ ليه ما تقبلوا الشارع؟ لا هو الإباحة اللي اعتبروا إنه أمل عرفة من ريشو مادة إجرى وقايرت له بوس إجري من دي بوس أنا ما شفت العمل يعني أنا ما شفت العمل عملك بس أنا حتى شخصيتي طلع أهل حلوة كثير عرفت فيا شي من الحس الكوميدي إيه إيه بس حلو يعني مارئ جدا آآ إنه هيك معلقين إنه مولا هالدرجة مم ليش مولا هالدرجة يا أخي؟ هلأ ما بيشوفوا أعمال غير سوري أكتر من هاي؟ شمعنا نحنا لأ يعني؟ علقوا على البوستر القبلي علق وصلت بس على البوستر إيش ووصلنا على الأمر نحنا معلاش شي معلاش شي يعني هو لا شك نحنا نرفض الإباحة بس هاي من ضمن فيلم يا أخي؟ وضفت صح برأيك؟ طبعا يعني محمد ما نغبي يعني المخرج محمد بيشتغل حلو وإنت بتعرف يعني محمد مخرج جيد يعني جدا أنا عاملي معه هي جد جد يعني لوحات صغيرة بس مخرج بأشلام تاني نعم في عنده شغلات حلوة يعني مو عادي يعني والله والدليل الجدلي اللي أحدثوا هدا المسلسل طبعا طبعا لأنه آآ كل شي كان متغير فيه أثناء الشيء حتى النص بتغير حبيتي إذا جربتك بهذا المسلسل حضرتك؟ أنا عاجبي بالرغم ما شفتوها بس أنا سمعت عنه أو عرفت من محمد ومن سلاب شو وضعه فأخلاص يا أخي مرأة يعني ليج لا يعني بمسلسل وردة شامية كان اعتذرت الفنانة سامي الجزائري عن الدور اللي قمت فيه كان ام شكرية بدور ضريرة يمكن أو كفيفة ما بعرب أنا اعتذرة عنه نص شبيه بقصة ريا وسكينة كيف كانت تجربة برأيك؟ عملتي كم مشهد كمان فيه نعم كان دوري حلو فيه كان دور ميح دور مرأة كفيفة جدا ناجح على فكرة كمان شفت المسلسل حلو حلو نعم وشتغلت والله وكلهم واللي يشتغلوا أبطال فيه إن كان شكران مرتجة أو طلافة رمالي نعم كلهم 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 يشتغل فيه بيشبه البيئة الشامية ولا كان مختلف برأيك؟ لا 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 شوف الالله هن ربطوه برأيك وسكينة حس بوليسي كانت فيه يعني بس يعني يلا سلوم وشكران وسلاط عطوه طبعة ثانية اللي هو البيئة الشامية بس نحنا ما عنا هاي شغلات بتصيل ببلدنا في شي بالفانتازيا؟ يعني اي اي بالفانتازيا بس نحنا مو متعودين نشوف بناتنا هيك نحنا نرفض إنه نظهر للعالم إنه نحنا هيك كأنه جرائم قتلوا هيك قصة اي اي يعني نحنا ما بحب نشوف الشي الخلفي اللي بيصير مورا بس نحنا بصير عنا بصير بأي عالم في العالم يعني ما غلط نوظفها بالدراما طبعا طبعا ما قاله مرفوضة من بعض الناس مرفوضة إنك تقول نحنا هيك مجي يصير فينا أو نحنا هيك منعمل لأنه نحنا من الخاف نحن أصبعاتنا بعيننا بتوجعنا أكثر اشتركوا في القناة موسيقى